أنا أقول للأستاذ هاني أتمنى إن شاء الله أنه يتم هذا ويتم فعليا مش بس بالكلام فعليا طيب أنت بتتحكي ليه؟ فعليا يعني ينزل لأمهم مثلا لا 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 ما يكرمهمش على الأقل على الأقل هم 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 بيتم تكريبهم بعض الفنانات اللي بيغنوا بالخلاع آه اللي مشهورين كمان بالخلاع والإسفاف وبالجسم آه والصدر والعرف المغريات دي آه المغريات دي ليش من الفان طبعا ملا لهاش علاقة بالفان ممكن تكون وسائل جذب آه طبعا أكيد عشان ما يكونش في صوت يكونش في حضور ما يكونش في حفلات عشان أنت آه تبقى يطلع واحد يكون كده مسف و آه و و وبنتطر أنه إحنا نشيل حتى القناة من البيت الأسفاف ده عن طريق إيه؟ ظهور العوامل التعرية عوامل التعرية هي اسمها عوامل التعرية فعلا عوامل التعرية عوامل التعرية بتعمل هضاب وبتعمل مدري إيه شفا فهي ده عوامل التعرية أصلا فده يليت أتمنى منك أستاذ هاني اللي إحنا بنحبك وبنحترمك أستاذنا وأنت أنا أعتبر أستاذ هاني من 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 تكملة العمالقة يعني من الناس اللي بيكملوا مسيرة العمالقة في مصر هاني شاكر من الفنانين اللي إحنا ربينا على حبهم على صوتهم أتمنى أن يتم ذلك السذاني ويتم فعليا ويا ليت كده كده إحنا الفن حفعلان حيتغير آه يعني أنت مع تنقية الفن من الإسفاف ولغة الجسد يعني طبعا ولغة الجسد